طيب خليها روح للزمالك والرغاء تمام هل الزمالك تأهلها رسميا إلى المباراة النهائية؟ لا طبعا مباراة صعبة ومباراة مش هتبقى سهلة خالص والكلام ده أنا قلت بلكده لعبت الرجاء عندها كورونا لعبت الرجاء ما بتطورانش لعبت نادي الرجاء ولتالحلقة اللي فاتت لعبت نادي الرجاء بتتمرن عادي وشغلين عادي ومفيش أي حاجة وهم بيستعدوا للمباراة بقوة لأن في الأول آخر مكسب نادي الزمالك 1-0 في المغرب مش فرق كبير جدا في الأول آخر هو هدف سهل أن تتعوضوا هنا في مصر فهم مستعدين وعندهم بعض اللعبة كانوا مصابين أكيد في الفترة دي خلاص بعد التأجيلات والحاجة أعتقد أن اللعبة المصابين حتى لو مش يشاركوا أساسين فأنت عندك عناصر أساسية كتغيبة عنك موجودة معك عندك الزمالك يلعب بنفس التشكيل ولا لا بي في المبرات زهد بس خلانا نتكلم أن غياب الوينش هيأثر بشكل كبير جدا لأن الوينش وصل لمرحلة دي محمد عبدالغاني كويس بس إسلام ما احترامي بس أنا باحترم اللعيب المستوي بيتطوره وانت فاكرة من ضمن الناس الوينش ده أنا كنت بقطعه وصل لمرحلة دلوقتي ما شاء الله عليه من المستوي أنه فعلا يأهله أنه هو يبقى أساسي في نادي الزمالك ويبقى منتخب مصر بس ده مستراجع في كلامك كابتو إبراهيم ده أنت كنا برجعتش في كلامك في رأيخ عن الوينش في إيه بالزبط؟ لا هو تطور هو أكبرني أنه هو أن أنا أتكلم عليه كويس يعني لما كان وحش قلت عليه وحش يعني أنا أقصد أقول أن الأمور العراء الفنية بتختلف حسب التطور الإدامي حسب التطور هو الولد ما شاء الله تطور بس أنا دلوقتي باعتبر أن الوينش أفضل مدافع في مصر ده حقيقة من ثقة بقى مركز قوي بقى فيه تركيز عالي جدا جوال ملعب بقى يتطور بقى عنده تركيز عالي جدا هو دلوقتي أفضل مدافع في مصر حقيقة غيابه عن الوينش الوينش أه طبعا أفضل مدافع في مصر حاليا الوينش ده حقيقة من أفضل مدافعين في مصر دلوقتي أو أفضلهم هو رقم واحد دلوقتي الوينش أه طبعا أفضل من محمود علاء أفضل من محمود عليها طبعا أفضل من ياسف إبراهيم أفضل من ياسف إبراهيم أفضل واحد في مصر هو الوانشي الوقت ده حقيق ده في جد ده حقيق والله ما شاء الله وصل لمرحلة من التطور بتاعها عالي جدا الدفاعيا وتركيز الوانشي ينفع يكون موجود في المنتخب إلى جوار أحد حجازي لا بص على فكرة حلو إنه يبقى فيه منافسة بس هو يقاهل دلوقتي إنه يبقى ممكن أساسي في منتخب مصر ليه لا أفضل من علي جبر في الفترة الأخيرة هو متشاف أكتر من علي جبر علي جبر من اللعيبة الكويس بس هو الوانش طبعا مشاركته في طولة أفريقيا ومشاركته مع نات الزمالك وطبعا متابعة الجماهير والإعلام كل ده بيديك ثقة كبيرة كد لما بتبقى مباراة أفضل بتلاقي هو أكيد بيتابع الكلام النقاد وبيتابع السوشال ميديا ومتابعة الجماهير ليه بقى عنده ثقة جماهيرية وعنده ثقة أعلمية أنا واحد من الناس أنا كنت بقولك أن أنا واحد من ضمن الناس اللي كنت بقى الطعب طيب